أم سراج من دبي تسأل عن الجن العاشق تقول عندها أخت تعاني عزلة و كآبة و تعاني خمون و يعني تقول كذا تردد و عندها تقول صليا و صايمة و طيبة و متدينة و تقول حتى في مسألة يعني لو تقدم عليها أحد تقدم أحد لخطبتها تقول أيضا عندها تردد و معاناة تقول هل ممكن يعني فعلا أن يكون هناك جن عاشق أو شيء أخت الفاضل أم سراج أولا مسألة تربس الجن بالإنس هذه ثابتة عند أهل السنة و الجماعة مصوص القرآن و السنة بل الإجماع منعقد على ذلك عند أهل السنة و الجماعة على أن التلبس وارد التلبس وارد الشيء الثاني ليس كل مرض أو ليس كل حالة يتج فيها الناس إلى قضية أن هذا مس لأن الأسف الشديد هذه المسألة انتشرت بين الناس و بالغ الناس فيها فأصبح كل واحد يعاني من شيء أو ظهرت عليه أعراض قالوا و كيد هذا مس و هذا جن عاشق و هذا كذا و هذا قد يكون غير صحيح في مسألة أخرى يا أخت الفاضلة و أن هناك رقات شرعيين على السنة و على الاستقامة و يريدون نفع الناس عندهم خبرة بهذا الأشياء بسبب طول الزمن في التعامل مع حالات تعرض عليهم فممكن يا أخت الفاضلة و أم سراج تعرضون أختكم هذه على راق من الرقات الشرعيين المشهورين بسلامة التدين و صحة الاعتقاد و نظافة السلوك و الأخلاق أقول هذا الكلام لأن للأسف عندنا أورام في هذا الأمر في مسائل الرقية أورام و للأسف يعني أصبح هناك ناس يعني دخلوا على الخط و هم ليسوا أهل لا يمتلكوا الأدوات الرقي الصحيحة و قد يكونوا منتفعين و وصوليين للأسف الشديد فأنتبهوا لهان فتعرضونها يوجد قضية الجن العاشق موجود و مذكور و معروف و حصل لكن احتاج يعني أختك الآن عندكم مسألتين المسألة الألوية هي تجتهد على نسية بالرقية و أعظم يعني رقية تشتغل عليها هي سورة الفاتح اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم رقية سورة الفاتحة الأمر الثاني القواقل الثلاث آية الكرسي مثلا آيات السحر مثلا هذه كلها طيبة و تقرأ يا أخت الفاضل بنية الاستشفاء أن بعض الناس الآن يقرؤون على أنفسهم على النقران فقط و صح لا شك عظيم لكن لما تكون النية حاضرة على أن القراءة هي استشفاء و طلب دواء هي دواء و طلب شفاء هنا يؤثر بإذن الله عز وجل هي سبب من أسباب تهتم في الأوقات التي هي مظنة الإجابة بكثرة الدعاء السجود من بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس مثلا عندك في قيام الليل قبل الفجر مثلا بساعة بنصف ساعة حالة الانكسار التذلل بين يد الله و الانتراح قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس هذه مهمة بارك الله فيك تنصحينها و أيضا تعرضينها على راقي من الرقاة الشرعيين أو امرأة راقية مثلا عندها خبرة خلفية لما تقرأ قد يتبين لها شيء الآن افترضي مع أختك بأنه ما في شيء هذه المرحلة الأولى و هي تقرأ على نفسها قد تكون عين قوية حسد مثلا شيء معين قد يكون موقف أثر فيها نفسيا سبب لها عقدة نفسية يحصل يحصل كثير فلا تذهبون إلى أنه والله الجن العاشق أو التلبس المرحلة الآن الحالية افترضوا لا ليس هناك شيء و هي تشتغل على نفسها بالرقية و بالدعاء و تجد الشفاء بإذن الله تعالى و بالمرحلة الثانية تعرضون على راق من الرقات